السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا ما نعتزل لتأخيرنا الاربع دقائق دول عليكم عشان المشاكل اللي بتحصل هنا في اوروبا في البرد مع وجود مشاكل في البث المباشر انبالا احنا اتكلمنا عن المصطلح الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه من اكتب من 17 سنة تقريبا او 16 سنة اللي هو بنسميه كريتشريتيريونيزم ضد اللي هو هيمياتيريونيزم او الخلائقية اللي هي وليس الانسانية لذا ما انا كاتب هنا في الصفحة عندكم الخلائقية وليس الانسانية طبعا انا بشكر زملائي اللي هم العمل المدى العلمية والاعلام لما صحر وعبد الرحمن وفاطمة هرسي واذا كنتم بتشوفوا السوشال ميديا ساينز يمكن تتصلوا يعني تكونوا معانا فيها ننظر هنا للتعريفات انا ليه بكلم النهاردة عن الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا جدا من نسبنا لان الموضوع ده ليه خلفية ثقافية خلفية دينية خلفية قيمية خلفية عقيدية وخلفية تاريخية التعريفات تختلف التعريفات لمفاهيم العمل خيري بين الثقافات واللغات ويتم باستمرار استحداث مفاهيم جديدة مشكلتنا احنا في اللغة العربية هي غنية جدا 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 لكن احنا ما بنستحدثش اي تعريفات جديدة للمصطلحات وبنأتي دايما نترجم المصطلحات اللاتينية الى مصطلحات عربية وده يعتبر قصور في القائمين على العمل الانساني في العالم العربي بالذات والعالم الاسلامي ننظر هنا هو بعض الاستشكالات اللي احنا بنتكلم فيها احنا في عالم عربي احنا في عالم عربي بنتكلم فيه احنا فيه في العالم العربي ده مشكلتنا فيه ان احنا عندنا اغنى لغة في العالم ومع ذلك لا نستعملها لغة فيها مفردات لتناشر مليون واثنين من عشرة ونستحدث او بنتبع مخرجات للغة فيها ستمائة الف او مية وخمسين الف او مية ستين الف او مية واربعين الف ده مشكلتنا احنا ففي لغتنا العربية غنية جدا غنية جدا غنية جدا فلذلك احنا لابد ان نحترم اللغة اللي بنتكلم بها ومننبطحش انبطاح في مهانة للغة اللي احنا بنتكلمها وثقافة اللغة اللي بنتكلمها وفلسفة اللغة اللي بنتكلمها ده المرة واحد التحول من مصطلح الاغاثة للتوارق ليه مصطلح الاستجابة الانسانية او منين هو ده حصل في التسعينيات من القرن الماضي فاجأة كده لان نفسنا بعد نتكلم على قسم التوارق وقسم الاغاثة اصبحنا منتكلم عن قسم الاستجابة الانسانية احنا كلمة انسانية في اللغة العربية تختلف تماما في مفهوم انسانية في اللغة اللاتينية او اللغة الانجليزية بالذات يعني انسانية عندنا اكتر شمولية بتشمل كل عمل يخص البشر ويخص غير البشر من اعمال اجتماعية اعمال اغاثية الى اخر لكن هما دلوقتي حددوا مفعوم كلمة انسانية انه هو يعتبر فقط للاعمال الاغاثية والاعمال ولا يدخل فيها العمل التنموي والعمل التأهيل والاعمال دي كلها فده حاجة حصلت في التسعينيات من القرن الماضي ده احد الاستشكال المتكلم عنها ان احنا عندنا قصور في انتاج مصطلحات جديدة تستطيع ان تقود العمل الانساني في العالم كلمة خلائقية هي كلمة مش غريبة على اللغة العربية يعني اذا يعني ندع الخلق للخالق اي انما الخلق للخالق الخالق والخلائق والمخلوق وكل هذه الاشياء نحن نتكلم عنها ودي نحن نتكلم عنها هل حنتكلم عن خلائقية ام حنتكلم عن انسانية ده ما احنا ماشيين بالفلسفة الغربية اللي هي شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى اذا دخلوا جحر دب دخلنا ورهم الى اخر فيما معنى الحديث تعرف صلى الله عليه وسلم هم بتكلموا عن ثقافة محدودة المعالم محدودة المعالم ثقافة يعني كل الاديان السماوية نزلت في الجزيرة العربية ما بين مكة والمدينة ومنطقة الشام اللي هي فلسطين الى اخره وبعثة موسى عليه السلام ايضا في مصر الى اخره الى اخره منظر لهذه المنطقة الغنية بالثقافة وبالتاريخ وبالقيم وبالاديان ونحاول نختزلها ونتبع فيها لغات نشأت في اماكن لم ينزل فيها اي اي دين سماوية لذلك كلمة خلاقية ده اللي بيدخلنا على اللي هو المصطلح الجديد اللي استطلح اللي استحدثوه واللي هو بنسميه بالانجليزي او faith based organization او faith based organization او faith based organization معناه ايه؟ معناه ان احنا بنقسم المجتمع الانساني او المقسم المجتمع الخيري الى جزئين جزء يبقى اسمه المؤسسات ذات الطابعة الديني وجزء التاني اسمه المؤسسات اللي هي مش غير الطابعة الديني انا بقول لكم من وجهة ناظري الشخصية اللي اؤمن بها ايمان قوي و ايمان عالي جدا اللي هو هذا تقسيم وتفرقة ما بين اصلاد اصبح اللي هو advising بنقسم المجتمع هذه مؤسسات ذات طابعة الديني تمشي عن ناحية دي ليها دعم معين توجه معين ثقافة معينة وهذه مؤسسات ليست لها طابعة ديني ولها دعم آخر بكون الدعم للمؤسسات اللي غير طابعة الديني اكثر بكثير من مؤسسات هذه احنا بنبطحنا اللي هو بنتكلم في ايه مثلا انسان في يعني المحلال الشخصية بتاعتنا بتخلينا نمشي ورا هذا الانقسام بمعنى انا ارى و اؤمن بهذا ان العلمانية كدين جديد موجود له انبياء ينظروا لها الليبرالية كذلك الشيوعية كذلك الاشتراكية كذلك كل هذه الاشياء هي كالاديان استناعها البشر فانا بدل ما اقول مؤسسات ذا طابعة ديني مؤسسات ليست لها طابعة ديني انا اتكلم عن كل هذه المؤسسات كأنها مؤسسات لها قيم راصخة ثابتة يشترك فيها الجميع ولا نقسم مثل هذه المؤسسات الى هذا طابعة ديني وهذا طابعة ديني وده اخذ الاستشكالات اللي بنواجهها في الغرب وفي الشرق والجهلة ممن يعملون في العمل الانساني سواء كانوا في هنا او هنا ماشيين ورا هذه المنظومة يعني دون ان يفهموا المقصود الاساسي منها هو ايه لما بدأنا نتكلم عن مصطلح اللي هو الخلائقية او بالانجليز اللي هو كان بدأنا نستحذر كمصطلح جديد في الفين وخمسة الفين وستة وكان لها محاضرة في جامعة من السوطة الناس ما تخبرهاش قوي لكن ممكنش ما فيها نتكلم عن ايه يعني ايه معي خلائقية هم متعايقين هم مماشيين عن النوع النمط التقليدي اللي الناس بتتكلم عنه اللي هو الانسانية وفقط وكل واحد بيعرف الانسانية على نفسه وحنتكلم في الشريح القادمة على المعاني والاختلافات ما بين فلسفة الفكرتين الانسانية في جامعة اوكسفورد كان لها محاضرة على ادرافة انفين وستة وكان رسالتي واضحة جدا انكم لا تستعملون الاديان في تقسيم المجتمعات او تقسيم المؤسسات الى ذات طابع دينا او غير طابع دينا ما نتكلم لما نتكلم من دقائق فكان بالنسبة لهم شوك يعني صدمة لماذا لان انا بقول ان تقسيم الجمعيات الى منهيزة طابع ديني ومنهيزة طابع ديني ده يعتبر تقسيم كأننا بنقسم او ايه بنعمل تفريقة عنصرية او تفريقة دينية بين هذه المؤسسات وتلك والاخرى دي بعض الحكاية عم نبص انت في الجدولين هنا هو هنلاقي الهنا ليه انا قلتك او خالق وانا انسان هنا رأس الهرم حيكون عندنا هو الخالق سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى هنا رأس الهرم في الانسانية حيكون الانسان ده اللي بيثبت في عقلية الفرد مننا حتى يستطيع ان هذا الفرد يكون هو المشرع ويكون هو المحلف ويكون هو القادي ويكون هو كل شيء كانسان اما هنا هو بنتكلم عن اللي هو الخالق والخلائق والخلائقية والمتخلق والمخلوق والمخلوقات الى اخير هنا كله بينزع تحت اسم هيمان وهنا بيحصل بيطلع من مشتقات اسم الخالق نفسه لكي يكون لنا مرجعية هو الخالق مرجعية هو الخالق والانسان يكون جزء من المرجعية التي يفرضها عليه الخالق وليس ان الانسان هو يكون المشرع كما نرى الان وكما يحدث في كل المجتمعات اللي هي اسمت العمل الانساني الدولي والمحلي وإذا مؤسسات ذات طابع ديني ها على جنب ومؤسسات ليس ذات طابع ديني وانا من كل دول اللي هم طابع ديني لانا اذا ما قلت من دقائق ان العلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية وكل هذه الاشياء هي اديان استحدثت من البشر نفسهم ولها انبياء ولها رسل ولها كتابات الى اخيره الى اخيره الى اخيره الى اخيره بعد كده هذا الحرم بتاعنا لو كنا بنكلم احنا عن ان رأس الحرم في الانسانية هو الانسان وده اللي ماشى عندنا من كلمة يومان فحنجد ان هو الانسان هو المشرع وهو القادي وهو الهيئة المحلفين وهو المتهم او المجرم او او الى اخيره ده الحرم اللي انا بتكلم عنه ولانا بقى ارفضه في من من ايماني ومعتقدي الراسخ عندي والخبرة التي رأيتها ان اصبح الانسان هو دلوقتي يحرك كل شيء خاصة في كل المناحي الاجتماعية التي تتصدر يعني ايه تواجه الشعوب عند دلوقتي ملايين 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 من هزحين وملايين من المشردين وملايين من اللاجئين وعشرات والمئات والاف المدن والقرى مزدمرها في اماكن كثيرة جدا في العالم سواء كان بالصراعات المصلحة او غير صراعات المصلحة وهنا السياسة التي اضعها مرجعيتها هو الانسان وده اللي انا برفضه حاليا واقول للمؤسسات العربية والاسلامية لابد ان يكون لكم مرجعية تشرع لمثل هذا العمل هنا في الهرم ده هو الهرم الخلائقية يبقى المشرع هو الخالق لازم يكون فوق الانسان جهة اعلى منه جهة تستطيع انها توجهه جهة تضع اشياء راسخة يستمد منها القيمة التي سيتعامل بها مع اخيه الانسان او اخته الانسان فهو من هنا هو الخالق الله سبحانه وتعالى بعد كده بقى ممكن الانسان في الهرم ده يكون قادي اللي هو المخلوق او الانسان يكون من هيئة المحلفين اللي هو الانسان او المخلوق يكون متهم او مقلم هكذا لكن لابد ان يكون رأس الهرم هو الخالق ده يعني لاكنش رأس الهرم هنا هو الانسان كما يريدونه في المصطلحات الاخرى او الثقافات بتفرض على الناس يعملون دون ان يبحثون دون ان يدركون دون ان يفهمون ده مصيبتنا السودة نحن حتى في اعملنا الانسانية وجمعياتنا ما فيش قسم للدراسات ما فيش قسم الابحاث ما فيش قسم لعمل المبادرات الجديدة بنتكلم فيها كلنا بنمشي وراء ما يستحدثوا مؤسسات هنا او هناك وهذه مؤسسات تفرض لها ثقافة معينة وانت بتبعها دون ان تفهم ما يفردون من ثقافاتهم عليك دي دورة الحياة اللي هي بتدخل فيها ثلاث كائنات كائن الدودة هنا هو وكائن الشجرة اللي هي اوراق الشجرة دي كلها اللي بتعيش عليها الدودة التغذي عليها الدودة وكائن اللي هو الطير فالثلاثة معتمدين على بعض تعتمد الدودة على الورقة ويعتمد الطير على الدودة اللي بتاكم من الورقة يعني هنا فيه معنى ان فيه دورة حياة للورقة وللدودة وللطير بمعنى ان فيه نظام فيه نظام وفيه مرجعية لم يخلق هذا الامر سدا او هباء نحتاج الى اعادة تعريف معنى مفهوم الانسانية الانسانية بالنسبة لنا ليست حصرية على البشر بل هي على العكس تماما فيه مفهوم شامل لكل شيء وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حتى لو نكن على دراية بهذه المخلوقات الاخرى نعرف ان بيعيش معنا كائنات وحيوانات وطيور وسباع وحشرات وجراثيم الى اخير ومياه ومناخ وجبال وهضاب وصحراوات الى اخير ويتعاين علينا ان ينحرر عقلنا دي كلها نكبرها نكبر مخلوق من مدرات محدودة حددت لك ودت لك بمفهوم الثقافي والفلسفي لمعنى الكلمة التي ايه تمشي وراءها وهي الانسان وليس الخالق نفسه وتعاين علينا تحرير عقلنا من مدرات محدودة وحيدة الجانب او احادية الجانب ده بالنسبة ان احنا بدنا اكتهد في ان نضع تعريفات جديدة ها لكي نقوم بها المجتمعات الدولية لها سفقة المجتمعات المحلية تحدي لكي تقود المجتمعات الدولية ولا سبق المجتمعات المحلية هنا بقى أنا ليه بقول إن بازها خلاقية أنا عادت بأتكلم في كلمة عن إنسانية وعن الخلاقية وعن كذا 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 استخدام كلمة الخلاقية استخدم كلمة الخلاقية للإشارة أنا بأستخدمها إلى جميع المخلوقات إلا لأن الخلق والخالق فالخلق عيال الله كلهم كلهم فلذلك حينما أبدأ أعمل أي مشروع في أي مكان في العالم لابد أن أراعي البيئة والكائنات التي نعيش داخل مثل هذه البيئة ولا يكون مشروعي أو عملي سواء كان تنموي أو اجتماعي أو إغاثي إلى آخري إلى آخري إلى آخري إلى آخري يكون بمعزل عن من يعيش معي داخل البيئة من كائنات أخرى تخدمني وإنما خلقت لخدمتي فلا أدمرها ولا أقضي عليها استخدام كائنات خلقية الإشارة إلى جميع المخلوقات والكائنات فقط الكائنات الحية مثل الطيور والحيونات والحشرات والأسماك بل يشمل أيضاً الكائنات غير الحية مثل المناخ والبيئة والجبال والبحار والأنهار على الرغم من أنني أعرف أن هذا ليس تعريفاً صارماً كما توضعها القموس يعني الأمور ده القموس في بتاع أوكسفورد أو بتاع كامبريج إلى آخري إلى آخري لا يتكلم عن كلمة دي باللغة الإنجليزية ليه كريتشريتيريونيزم يتكلم على هيموتيريونيزم اللي هي الإنسانية لكن ما يتكلمش عنها الخلائقية نحن أصحاب التاريخ والثقافات واللغات الحية القوية جداً 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 والعقائد المختلفة التي نمت في هذا المناخ الذي نزل فيه كل الرسالات السلامية علينا أن نضع لنا مصطرحات جديدة نستطيع أن نقود بها المجتمعات الإنسانية الدولية والاجتماعية الدولية والسياسية الدولية هنا بنبص هذا قائد هذا الإنسان وهذا مخلوق آخر وهذه الأرض حتى الأرض اللي نحن بنمشي عليها هذه كلها لابد نشوف الكائنات العيشة فيها حتى حينما بنستعمل الكرباك ده اللي بنقلم به الحسان قد يؤدي إلى موت بعض الكائنات اللي حواليه اللي نحن مش شايفينها فهنا تعريف الإنسانية كمفهوم بيتعلق بالبشرية فقط يقودنا إلى بن يعني أن تعريف الإنسانية كمفهوم يتعلق بالبشرية فقط بالبشر فقط يقودنا إلى تجاهل بقية المخلوقات والتي قال الله سبحانه وتعالى لتكون شريكا لنا في هذا الكون وكمان تخدمنا وتساعدنا تول حياتنا يعني ربنا خلق الكون وخلق الأكوان وخلق المجرات وخلق عليها مخلوقات كثيرة جدا في كل مكان في هذا الكون الفسيح وفيها المخلوقات خلقت لتخدمنا فلابد علينا أن نحترم موجود كل هذه المخلوقات فلا ينبغي الإنسان أن يتجاهل تلك المخلوقات وأدوارها الإبداعية التي ينبغي اعتبارها مكملة ومتكملة لأدوارنا في الحياة لابد علينا أن نتجاهلها وحينما نتجاهلها مثلا أنا أتكلمكم عن بعض المشاريع اللي فيها فساد في الإدارة وفساد وسرقات إلى أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية ومن سمية مشاعر تنموية أو مشاعر استثمارية إلى آخره اللي بنقضي فيها على الغابات ونقضي فيها على الموائل بتتحول هذه الأماكن إلى أماكن سحراوية وماكن جافة وأماكن طبعا بتنقرض فيها حياة المجتمعات الأخرى من إيه الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى هنا نشوف بقى دورات الحياة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال يلي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة المضغطة فخلقنا المضغطة عظاما فكسونا العظام الرحمن ثم أنشأناها خلقا آخر فتبارك الله سبحانه وتعالى دورة حياتك أنت داخل رحم أمك أو داخل رحم أمك هذه دورة الحياة من النطفة للعلاقة للمضغة المضغة المخلقة والمضغة دين المخلقة إلى بعد كده العظام والبكسوها الأحمن إلى آخر إلى آخر فنظرنا نحن في داخل دورة حياتنا هنلاق فيها عوامل كثيرة لابد أن تجعل هذه الدورة متكملة لكي لموت الجانين سواء عوامل داخلية أو عوامل خارجية يعني معنا فيه نظام ده اسمه نظام نظام داخل رحم المرأة وقبل أن يعاشر الزوج زوجته نظام أيضا وبعد ما يخرج الطفل نظام أيضا فكل هذه الأنظمة تدل على أنه فيه نظام كبير يبدأ من حيوان المنوي اللي احنا شايفينه هنا هو في أول سورة كله في أول يوم ده وينتهي بخروج الطفل من رحم أمه نظام هذه أيضا نظام آخر في نوع واحد من أنواع المخلوقات اللي هو النمل سورة سليمان عليه السلام حتى إذا وقتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم نشعرون يعني وادي النمل ذكرت كلمة وادي اللي هو اللي احنا اكتشفناها يمكن في القرن الماء دي لم تذكر لم يكن بشر يعرفوا كلمة وادي لكن لما دخلوا في بيوت النمل وشفتوا البيوت اللي احنا ذرناها في السومال أو في أماكن أخرى داخلها لأن فيه أودية كبيرة بيعيش في النمل حتى النام لهذا بيتكلم عنه كحشرة أو كمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى له نظام بديع يستطيع أن يعيش من خلالها مرتبط بالنظام الكوني الرباني الكبير أنزمة متربطة بعضها ببعض شفنا ننظر كده حينما يخلق الخالق كل هذه المخلوقات هذه هي الخلائقية وما من دابة في الأرض ولا طائر نتير بجراحية إلا أمام كلها أمم أمثالنا يفكروا يتجوزوا يخلفوا يختلفوا ويتعاركوا مع بعضهم وعندهم جيوش وعندهم ناس يعني وعندهم ناس ابن البيوت بتاعتهم إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره وكل أمم وكل أمم مثلنا فهذا هو الخلق اللي احنا حينما نعمل في العمل الإنساني لابد ألا نغفل وجود كل هذه الكائنات حولنا حولنا وما من دابة في الأرض ولا طائر نتير بجراحية إلا أمام أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربيهم يحشرون يعني كل هذه الكائنات أو المخلوقات البديعة التي خلقها الخالق وفق نظام بديع يتماشى يتماشى مع نظام الكون الفصيح ده بد أن نرعيها في العمل بتاعنا إن عملنا مشروعنا القائم فقط على حاجة الإنسان قد نغفل حاجات كل هذه الكائنات التي هي في الأصل إنما خلقت من الله سبحانه وتعالى لتخدمنا وتجعل حياتنا هانئة سعيدة على ظهر هذا الكوكب هذا مجال آخر احنا تكلمنا في الأول عن كيف يخلق البشر في رحمة الأم ثم تكلمنا عن علاقة ما بين الدودة والطائر والنبات ثم تكلمنا عن النملكة قبيلة ثم تكلمنا عن الخلائق كلها ودي المجرات احنا نتكلم عنها الشموس والأقمار والنجوم ها والكواكب الآخرة ها والشمس تجري مستقرن لها ذلك تقديره العزيز العليم تمشي يعني فيه نظام والقمر قدرناها مريزة حتى عادة كالعرجون القديم نظام للقمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك الناس بحالك كل هذه الأنظمة مرتبطة بالدودة مرتبطة بالشجرة مرتبطة بالنحلة مرتبطة بالنملة مرتبطة بكل كائن حي لأنها كلها نظام بديع متكامل من الأطراف في بناءاته التي لا تخطئ على الإطلاق لا تخطئ على الإطلاق لأن الذي وضعها هو خالقها والذي خلق الخلق تبارك الله أحسن الخالقين بالمحصلة بتاع كده يعمل العالم كله أو العوالم كلها أو الأفلاق كلها وفقا لخطة معقدة ومثالية خلاص مؤمنين بذلك وسواء إذا كنا نحن بقى كبشر بنفلسف زي ما احنا بنفلسف نعتقد أن هذه الخطة تم وضعها نمر واحد من قبلة خالق زي حالاتنا أبقى قوم بهذا أو بأي طريقة أخرى واحد بيقولك لا ده مش خالق للطبيعة الطبيعة بتوعب من كده ولكن لا ده مش كده ده فيه الفراغات فيه اللي بتعمل كده أو بيقولك لا ده مش كده ده فيه إنسان وهكذا تبقى من قبلة خالق كما نعلم بهذا أو بأي طريقة أخرى فإنه لا شكة في إيه في أن الحياة الصحيحة الصحية والناجحة والمستمرة لنا جميعا خلال آلاف السنين التي عاشها الإنسان على الكوكب الأرض تعتمد على تمسكنا بهذه الخطة وهذا النظام إن التزمنا بهذا النظام وهذه الخطة نجينا لكوكبنا إذا أفسدنا أفسدنا الكوكب وأفسدنا حياتنا ودمرنا الكوكب بخارق القواعد وذلك حادث حاليا خاصة من الدغوة العظمية التي تفسد في الأرض أكثر ما تصلح وتجعل سراعات دموية ما بين الشعوب بعدها وبعدها وتسرق وتنهى بكل مقدرات الشعوب وتؤدي إلى التسحر والجفاف بما نسميه اللي هو الصورات الصناعية بخارق القواعد نحن الذين ندفع السماف ونحن ندفعه الآن ندفعه الآن ندفعه الآن بخارق القواعد الكونية فإننا نتسبب في العديد من مشاكل صعب دي بعض المشاكل مش كل المشاكل دي بعض المشاكل نتكلم عنها أول حاجة ازدياد عدد الصلاعات والحرب اللي احنا شايفينها في كل مكان في العالم سواء كان في أمريكا اللاتينية سواء كان في بلاد أفريقية مختلفة سواء كان في الشرق الأوسط سواء كان في آسيا إلى آخرين احنا اللي بنخلقها علشان نبيع الصلاع دي نمرة واحدة نتيجة هذا نتيجة هذا اللي هو بتؤدي إلى هجرة والنزوح والترحيل زي ما حصل في بلاد كتيرة جدا بنتكلم عنها نمرة اثنين نمرة ثلاثة بتكاد تتصحر والجفاف وتدمير البيئات الطبيعية ما تقوليش ان البيئة دي اتلخبط كده ببلاش لا تلوث البيئي نديجة عدم اقتراثنا ب اذا هو التغير المناخي نتيجة عدم اقتراثنا بالتلاوث البيئي اللي احنا بنحدثه النفايات النووية والنفايات الكيموية والقضاء على الموائل والقضاء على الغابات الى آخرين الى آخرين الى آخرين ده بيؤدي ايضا لزيادة الفقر فيه كافة عن حال العالم وبيؤدي النتيجة النهائية اللي بتخني الدول الغنية أغنى والفجوة من الدول الغنية والدول الفقيرة اصبحت متسعة الى ابعد الحدود فان اردنا ان نراجع ما عملته المؤسسات او الدول اللي تسمينا فيها دول مانحة والدول انسانية والدول فيها الديمقراطية والمسواة والاخاء الاخره ماذا فعلت لمثل هذه الشعوب خلال خمسين سنة اللي فات هل تقلص تقلصت الفجوة ما بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة هل قل عدد النازحين واللاجئين والمنكوبين في كل مكان في العالم انتم الوحيدين القادرين على ان تجيبوا على هذا وتنظروا في مسيحة هذه الامم ومزنة هذه المؤسسات التي تدعي شيء وتعمل شيء اخر كالدول التي بيد تقتل الشعوب وبيد اخرى وبيد اخرى تحطم اللي هو تطعم الاية هذه الشعوب بيد تقتل الشعوب وبيد ايه تقتل مثل هذه وتطعم مثل هذه الشعوب ذات فقر اختلاب بين الدول الغنية والدول الصناعية والدول الفقيرة دي الصورة اللي احنا مشوفها الوقت دي صورة من الصور اللي هو الحرائق اللي موجودة في فين يا ربي في استراليا اللي قد يروح دي حياتها خمسمائة الف مخلوق من الطيور والحيوانات الى اخرى الاخرى غير الاشجار نريكة عن اخرى الاخرى ها وده التصحر والجفاف في افريقيا وده الفلادناب برضك نحن مشوفها في كينيا وفي زنبيق وفي وفي السومال كل سنة كل هذه الاشياء بتحدث ليه لان احنا افسدنا العالم وافسدنا النظام الكوني البديع الذي خلقها الله سبحانه المتجانس بين كل مخلوق خلقها الله سبحانه اذا كنت تعيش كل هذه المخلوقات لكي تخدمك انت ايها الانسان فاسبح الجشع واسبح الفساد الذي عند الشركات عبادة قرات هي التي ادت الى مثل هذه الاشياء وهذا المفهوم الخاطئ اللي نحن فيه هل نحافظ على الانسان فقط ام نحافظ على كافة الخلاق هل هي انسانية او خلاقية كما انا اقول الصعوبات اللي بتوجهني ايه والتحديات اولا العام الخاري اللي نتكلم عنه ده ده حاجة مش جديدة ده حاجة من ايام ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الارض وخلق كل الكائنات حتى الطيور حتى البهايم حتى الحيوانات عندهم داخل مجتمعاتهم داخلهم بيعملوا عمل خاري معروف 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 فهو حاجة مش جديدة مش مستحدثة ايه اللي بيسبب التعقدات في العام الخاري هو ان انا بفرض على الاخر ثقافتي بفرض على الاخر عقدتي بفرض على الاخر قيمي والاخر ده هو الضعيف فاجي في افريقيا افرض الدين معين افرض الثقافة معينة افرض قيم معينة هذا بالنسبة لي جرم اخلاقي ونحن ما نسميه الاول هو الاستعمار الانساني الذي يحدث الان على الشعوب المستضعفة في افريقيا او في اي مكان في العالم هو جرم انساني استعمار انساني السابق هو اسررنا على اتباع منهج واحد ثقافة واحدة قيم واحدة وطريقة واحدة وادارة واحدة ورفض تقبل الاخر اللي هم الاخر من هم اصحاب المشكلة نفسهم نحن متلعهم برا لا ده دول ما بيعرفش كلمة انجليزية بايش كلمة فرنسايهم كلمة ألمانية دول متخلفين دول ما همش اي قيمة دول اشباح اشباح بشر لا 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 ما تدخلهمش طليس رون قيمة في الخريطة اللي احنا نقوم بها وزي ما احنا بنقول ايه وان اسلوبنا هو الاسلوب الاوحد والافضل الاسلوب الاوحد والافضل وانا زي ما نقولنا بالانجليزي يعني انا وبعد الطفان انا وبعد الطفان مش مهم الاختلافات العمل الخيري في الشرق والغرب تقريبا نفس القيم بتاعته الاختلافات فقط في التطبيق في النهج القائم منهج التطبيقي العمل الخيري في الشرق والغرب من الشرق والغرب او شامل الجنوب منهج التطبيقي هو اللي بيختلف لانا فيه ثقافات مختلفة فيه قيم مختلفة فيه تاريخ مختلفة فيه اديان مختلفة ليه ثقافات كل واحد عايز يشعر ان هو بالقيم اللي اكتسبها من ديني وثقافته عايز يقوم بالدور ده فثقافتي تحترم عن ثقافتك بل يبدو ان انت تحترم ثقافتي لان انا بحترم ثقافتك والعمة الخيري هو غريزة كمان نتكلم فيها لكل مخلوق لكل مخلوق يعني هو ايه لحنا نتكلم عادي بالانجليزي هو يعني هذا شيء منحة الهية من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا نقوم به كيف نحدث تغيير التغيير ليس سهل على اي شعب من الشعوب او على الاقلية من الاقلية اذا كنا نريد احداث تغيير فيجب علينا تمكين الاشخاص الذين يحاولون التغيير اللي بتعمل التغيير الخاصة بهم يعني لان تغيير ده منظومة وليس فرقيعة ويجب ان تبدأ من التغيير الداخلية تبدأ من الاسرة من الام اللي هي امرأة من الاب اللي هو رجل والاولاد نبتل نغيير في حياتنا على مستوى الاسرة وليحنا نعتمالها من اهم مؤسسات المجتمع المدني او ان كانت هي اهم مؤسسات المجتمع المدني اما بالنسبة للمؤسسات الدولية والمؤسسات اللي هي الخيرية بنتكلم عنها غير حكومية اه لابد انها تساعد الانسان بمنتهى الفعالية لكن عليها انها تعرف في ملاحظة ترقب في ملاحظة جميع الكائنات في الكون من اصغر قطرتنا الى اكبر محيط ومن اصغر ظهرة الى اكبر شجرة ده اللي هنتكلم عليه يعني حينما نذهب الى اي مكان في العالم نعلم ان الخالق هو مسير مثل هذا الكون ومنشئ مثل هذين المجتمعات هناك دي مرة واحد فنتبع النهج والنظام الرباني الذي وضع الله سبحانه الله للحفاظ على كل الكائنات التي انما خلقت الا لتحافظ على حياة الانسان وتجعل حياة الانسان يعني مستقرة على ظهر هذه المعمورة المساواة في ديننا الحنيف هناك مساواة في منهج الخلاقية ربنا سبحانه وتعالى بدعون الى احترام الجميع والمستوحى من العقيدة ونحن محترمين مثل هذه العقيدة المؤمنين والمؤمنات الصبرات القائمين والمصدقات وهكذا المصدقين والمصدقات الى اخيره ونزل من المساواة بين الجميع بغد النظر عن دنهم وعن لقافتهم وعن عرقهم الى اخيره يعني الدين والعرق والجنس ينتبق اداء العمل الخلقي على جميع البشر الاناس والذكور يعني انا ليه احرم امرأة واحرم فتاة منها تكون هي مسؤولة الجمعية او مسؤولة مجلس دارة او مسؤولة في مسجد او حتى الاسم مجلس دارة في المسجد ليه ايه المشكلة يعني ايه الاعقليات اللي احنا نتكلم عنها لان ربنا اعطاها القدرة على ان تفكر معي فلا بد ان تشاركني في بناء مثل هذه المجتمعات ينتبق تلك العمل الخلقي على جميع البشر من الاناس والذكوره على حد سواء المتساوين امام الخالق ويستحقون الاعتراف والتقدير على قدم المساواة لقيمة واهمية حياته في المجتمع المرأة لها قيمة مهمة في المجتمع وحياتها مهمة في المجتمع وكذلك الرجل والشاب والشاب وكذلك الوصول الى الفرص المتساوية وحقوقهم التي يهبها الله سبحانه وتعالى تحقيق امكانتهم البشرين فالمساواة هنا في ادارة المجتمع لها نفسر النصوص خطأا 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 لننظر للمرأة انها خلقت من ايه من دل الاعوج نفسر الحديث خلق قد يكون دل الاعوج ده معنى ان هو بيحمي الصدر بيحمي القلب والرئتين لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله يحيط لكي يحمي مثل هذه الاعضاء الحل بقى هنا ان انا عاملين فيه دور للمؤسسات الدولية ودور المؤسسات المحلية الدور المؤسسات الدولية هو بيتخلق خص في كلمة فات الف معناها فاند يعني الدعم المادي الا معناها تريلينج يعني التدريب الت معناها الا معناها الدفاع وت معناها تريلينج على تدريب. ده دور المؤسسات الدولية. خلاص? على جمب. الدور بتاعة المؤسسات الوطنية المحلية. بنكلم عنها? اللي تم في القرى وفي النجوع وكذا وكذا. هي الكسب. اللي هي الكاي اللي هي معناها اللي هي المعلومات. مين اللي هيجيب لك المعلومة المهمة? اللي في داخل المجتمع اللي هي المؤسسات المحلية? ال- i يعني ال- innovation. مين اللي هيجيب لك الطريقة الحل المبدع? ما لن يبدع في الحل اللي ما ننكوه بنار المشكلة النفسية. ببا هوا المجتمع المحلي. الس الا fields عليه والاستدامة. مين هيجيب لك الاستدامة وهو بردك. المجتمع المحلي. الس التانية هي الحل بتاعي. سيكون قائم على الاستدامة. مقائم على الابداع. مال يكون بيدة. المجتمع المحلي. وليس واحد يجايب البرشوت من لندن او باريس او روما او جينيفر او الرياض او الاو كويت الى اخرى. هيجي اللبس البرشوت ده و HA je nates ا cuarto موسى و واحد Sverigedron فلابد يكون إرض الشراكة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية متساوية أنت تجيب لي الفات اللي هو الدعم المادي والدافع عني والتضربني وأنا هجيب لك الحل القائم على المعلومة وقائم على الاستدامة وقائم على الإبداع واحنا هاتنين متساوين لأن معلومتي وإبداعي واستدامة الحل اللي من عندي أنا أغلب كثير جدا مما تنفقه على هذين مشرقين من أموال دي العلاقة من الجهتين عملنا احنا برضك الكلمة دي على الأسف ما قلتهاش مبارح اللي هي العلاقة من الجهتين هي ايهوب الايه معناها مشاركة التعاونية الإنسانية البديلة المشاركة التعاونية الإنسانية البديلة معنى ايه معنى ان احنا في مجتمعاتنا بنبد ان نبني العلاقة ما بين اللي هو الالترنتيف هيمينيتيريون اوبريشنال بارتنرشيب انجاجمين لابد المشاركة دي تكون قائمة على انجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض التشابك مع بعض بس مرجعيتنا نقولها اللي هي الخلائقية وليست الإنسانية ودي بيكون قائمة على الشجرة اللي احنا بنبنيها دي وبنزعها اللي هي بنسميها تري الشجرة اللي هي الثقة تراست ريسبيكت احترام انجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض انجاجمينت اللي هو التمكين يبقى قائمة على ايه شجرتنا هنا هو لها التراست وريسبيكت وانجاجمينت وانجاجمينت اللي هو الثقة والاحترام والمشاركة والتمكين دي هو اللي هنتكلم عنها وانجتكلمت عنها قبل كده يعني في الشريحة اللي فاتت هو دي الديهن اللي هنتكلم عنه او اللي هو الفات اللي هنتكلم عنه لو دول مؤسسات دولية تانية ودي هي ايه الاخر عم نرجع بقى الاخر واحدة لما نرجع نلخص كل المجموعة دي كلها احنا منتكلم على ثقافة فلسفية لقيم جديدة لعمل بتاعنا تكون مبنية على مرجعية التشريع الذي وضعها الله سبحانه وتعالى الحفاظ على الكون والحفاظ على كافة الخلائق في الكون واحنا بنشتغل في العمل الانساني او بنشغل في العمل الخلائق لان انا ما تكلم عنه ايه احنا بنسمي لقى عمل الانساني وهم اعتروله مفيش مشكلة انا لابد ان اعتر لفكري ولقيمي ولعقدتي ولثقافتي لابد لابد ان يكون في ميزانية مؤسساتنا ميزانية للبحث والبحوث والمؤتمرات والورش كل هادي الاشياء لابد تكون موجودة لابد تكون موجودة علشان تستطيعنك تقدم فكر جديد وانت اغنى الناس في اللغة والثقافة والعقائد اللي نزلت عندنا في المنطقة العربية والتاريخ مفيش منطقة في العالم اغنى من هذه المنطقة اللي هي منطقة ايه الشام والجزالة العربية اللي هي مهبة كل الاديان السماوية فاثقوا في انفسكم واعلموا ان احنا في ببدأ هذا القرن احسن اهلية مش هذا القرن هذه الحقبة الزمنية لعشرين عشرين نبدأوا بهذا التحدي لانه كنا ندور ولكننا ندور ولكننا رؤية ولكننا رسالة ولكننا منهج اختي من نهاردة بكلمة ان انا بهني فيها اخواننا المساحيين اللي هم الارثولوكسكيين الكنيسة الشرق بالاحتفالات المجيدة بتاعتهم وربنا ان شاء الله يجعل هذا العام عام سعيد ليس عليهم فقط بل على البشر كله في العالم وعلى كافة الخلائق في العالم ان شاء الله ويجعل ايهم سعيدة ويجعل ايامنا كلها سعيدة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة